أعلم بكم مشاهدينا كرام في هذا الجزء من الحلقة كرة روتالة دوت نيتي ميل البرنامج الرسمي وكرة شو على الفيسبوك منصور الجبرتي وبندر رشود معنا في الاستوديو تقرير لمباراة الهلال والاتحاد للزميل علينا بأمس تبتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الغد إلى العاصمة السعودية الرياض حيث رقاء الهلال بالاتحاد في الكلاسيكو المنتظر الجولة العشرون من بطولة دور زين السعودي للمحترفين وقمة القمة قصة طويلة من التنافس لكنها مساء الأحد لا تحتمل أكثر من تسعين دقيقة لكتابة أحداثها سطرا سطرا على أرض الساد الملك فهد الدولي بالرياض قد تكون مباراة الغد هي الفرصة الأخيرة لتأجيل حسم لقب الدور للزعيم في حال انتصر العميد ورسم دائرة حمراء هي الأولى في شهادة الهلال الخالية من الهزائم هذا الموسم الهلال لتأكيد الصدارة والتقدم خطوة جديدة نحو اللقب والاتحاد لتأجيل الحسم وفتح خط مفاوضات جديد لكسب ود البطولة التي فقدها العام الماضي لمصلحة منافسه غدا يدخل الهلال اللقاوه في الصدارة بـ 45 نقطة وبخط هجوم هو الأقوى بـ 40 هدفا وحراسة مطمئنة وخط دفاع يصعب اختراقه سجل نفسه كأقوى خط دفاع وحراسة في الدور آمال الهلاليين متعلقة بالفوت حيث يشكل عاملين الأرض والجمهور دعما قويا للفريق التعادل هو الآخر إن تحقق فلن يضير أبناء الفنيل الزرقاء في شيء خصوصا أنه سيعيق المنافس أيضا أما الفريق الاتحادي صاحب 39 نقطة والمركز الثاني فمباراة الغد بالنسبة له لا تحتمل إلا نتيجة واحدة وهي الفوز ولا غير الفوز لتقليص فارق النقاط إلى ثلاث قد يتكفل بها أحد الفرق الأخرى مع تبقي ست جولات على خط النهاية الفريقان يعيشان حالة من الانتعاش في ظل تحقيقهم انتصارين مهمين خارج قواعدهما في دوري أبطال آسيا وهذا ما يبعث التفاؤل بمتابعة لقاء يليق بسمعة العملاقين حتى في ظل غياب أكثر من نجم عن صفوف الفريقين هذا كان بس استعراض من الزملاء للحالة الفنية للفريق الهلالي والاتحادي رح نتكلمه شيء عن الفريق الهلالي صاحب الأرض وصاحب الصدارة كيف يدخل إلى المباراة الغد؟ الهلال نعرف أنه إذا أراد البطولة الدوري أو يتقدم في المنافسة بشكل مريح جدا عليه غدا أن يحصل على نقاط المباراة كاملة مباراة الهلال غدا إذا أراد الدوري عليه أن يقص الاتحاد من أمامه ما يحتاج الهلال؟ أعتقد أنه وضع الهلال بشكل عام ليس وضع يؤهل للفوز عشان يكون واضحين لماذا؟ مستوياته في المباراة الأخيرة ليست مستويات فنية رفية أمام الغرافة ما كان في قمة عطاءه أيضا في مباراة المحلية باستثناء مباراة النصر كانت حالة خاصة قدم فيها عطاء كبير لكن بقية مباراة ما كان فيها في قمة عطاءه الفني يغيب عنه رادوي بشكل خلل في منطقة المحور رغم أنه الحالة التنفسية ووجود القرني كلاعب لعب في الدور الأول ربما يعني تعفي من هذا الأمر بسبق أنه يلاعب دور الأول وقدم مستويات جيدة في المقابل المعنويات عند الاتحاد يعني معنويات مرتفعة جدا المباراة لن تكون سهلة على الهلال إطلاقا كالديرون لو تذكر الدور الأول لعب على التعادل حصل على التعادل أعتقد أنه كالديرون سياسته أنه سيحث عن التعاود من أن يبحث عن الفوز منصور اللي يسمعك ونت تقول الهلال لعب على التعادل في الدور الأول أي هلال يمكن نسمعك ويقولك لا الهلال رحيم في لقطات قدامها وجهة نظري وnuมา ناخشة وجهة نظري أنه فيها جماعات الهلال في مباراة الدور الأول لا كانت تنبأ أبدا لا 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 لن يقعب الهلال فريق بطلا ليس فريق سيبحث عن التعادل وسيتقوقع في خط الدفاع إذا نيفع من كلامك كده لنه يقع مت meer حاية شعرا سيلعب المباراة مدافع طول تسعين دقيقة على اعتبار أنه الفريق ليما هو يمكن يفوز لا الهلال ممكن يفوز بثلاثة من ممكن يفوز بثنين هذا واردة لكن خطة المدرب العناصر اللي يختارها التشكيل اللي يختارها السلوب اللي يلعب فيه يعطيك هذا الانطباع يعطيك انطباع أنه يحاول يقلص الفرص المتاحة أمام الاتحاديين في إحراز الأهداف يضيق الخانات هذا الأداء العام الشكل العام يعطيك أنه مال للطريقة الدفاعية ولكن عنده عناصر مميزة قادرة على إحراز الهداف قادرة على صنع هجمة بشكل مناسب وهذا اللي يعول عليه كالديرون كالديرون يعول على العناصر المميزة في فريقه اللي تصنع الفوز أكثر من تعويضه على التشكيل الهجوم في دائما حديث عن الهلال في السنوات أو في السنتين الأخيرة أنه الهلال اللي يحمي دفاعه قوة هجومه لا مش في كل المباريات اختلفت من مدرب لمدرب اختلفت من مدرب لمدرب يعني عصر كوزمن كان مختلف عن عصر قريتس كان مختلف عن عصر كالديرون تماما ما تحس أنه بكرة الهلال إذا أراد أن يحمي الدفاع عليه أن يهاجم أكثر هل تخفف الضغط على المناطق الدفاعية خصوصا في غياب رادو المباراة بالنسبة للفريقين يتفوز يتفوز ما في خيار ثالث بالنسبة للهلال يتفوز يتفوز بالنسبة للاتحاد يتفوز يتفوز بندر بالتأكيد أخي تركي أن الثلاث نقاط ستهدي مسابقة دوريزيل لمصلحة الهلال الهلال الآن يعيش في وضع نفسي جيد جدا بنشوة الانتصار على الغرافة والعودة جددا إلى دورياب طالعاس بالتأكيد الهلال قبل مباراة الغرافة وانتصارها المهم أيضا انتصر على النصر بمنافسة تقليدي وأقصى من مسابقة كاسر العهد بتأكيد أن هذه ستعطي الهلاليين أيضا جرعة معنوية قوية لحسم بطولة الدوري من أمام الاتحاد لما نتكلم عن الهلال أتوقع أن الغيابات التي ستكون فيها الرادوي الروماني وأيضا نواف العابد أتوقع أنها لن تكون مؤثرة كثيرا على الهلاليين في ظل أنه يمتلك العديد من النجوم بعكس ذلك أنه أيضا الفريق الاتحادي مستوى ليس مطمع بشكل كبير نتكلم عن التعابة بالتفصيل خلينا في الهلال أول شيء الحالة الفنية للهلال تقول كالتالي واصل المباراة النهائية عنده ستة نقاط يبتعد فيها عن المصاحب المركز الثاني في الدوري حقق مباراة خارج القواعد في البطولة الآسيوية حقق فيها النقاط الكاملة منصور يرى أنه بهذا المنظر أنه الهلال فنيا لا نتائجين الهلال يحصل على المباراة بشكل ممتاز ويحصل نقاط بشكل ممتاز ويحدث اتصارات ممتازة لكن أنا أتكلم عن مستوى داخل البلعب مستوى الهلال الطبيعي أفضل من مستوى الهلال الذي قدمه في المباريات التي شفناها لو افترضنا خلينا نتفق معك خلينا نتجدلا كده أتفق معك أنه حتى في أسوأ حالات الهلال الفنية قاعد يحقق انتصارات هذا الأمر مطمئن صح ولا؟ صحيح مطمئن يعني المفرض ما هو مثل ما قلت أن الحالة النفسية تكون صعبة لا الحالة النفسية ممتازة عند الهلال أنا ما أتكلم عن الحالة النفسية أنا أتكلم عن الحالة الفنية الحالة النفسية ممتازة حاصد فرق ستة نقاط والدوري على وشك خطوة لو حصل عليها حيحقق البطولة يعني فوزة بكرة يضمن للهلال البطولة بغض النظر على المباريات الباقية صحيح أنه نقاطيا ورقميا والحسابات لكنه بوضع الهلال الفني وبقدرات اللاعبية المتميزة وبقياس المباريات المتبقية للفريقين يعطي يعني انطباع كبير أنه الهلال يعني حيحسم الدوري لو فاز في مباريات بكرة أنا ما أتكلم عن الناحية النفسية ما أتكلم عن قدرات الفريق قدرات عالية جدا قادر على حسن المباراة ولكن أنا أتكلم عن الناحية الفنية في مبارياته الأخيرة محليا وأسيويا طبعا باستثناء مباراة النصر خذها من بر الموضوع لماذا؟ لأنه كانت مباراة مختلفة الهلال الفنيا كان في مباراة النصر ممتاز فهذه المباراة طلعها بر وقيس باقي المعطيات أتكلم عن الاتحاد تأكيد أيضا أخوي تركي الاتحاد راجع من طشقند بنتيجة مهمة في دوريا الطلاسي أمام بندكور الأسبكي أخذها بنفس طريقة الهلال النتيجة لم يكن يهتم بالمستوى أمام الغرافة أدع الفريق الاتحادي أنا تابعت مباراة الاتحاد قوي تركي الاتحاد كان ند قوي الفريق بندكور استطاع أنه يشكل عديد من الهجمات الدفاع الاتحادي كان في أفضل حالاته كان اللاعبين بشكل عام مركزين كثير في الملعب واستحقوا الثلاث نقاط أتوقع أن الثلاث نقاط هذه رح تكون أيضا دافع الاتحاديين ومعنويا رح تكون ممتازة أنه يروحوا لأرض الهلال من أجل الحصول على النقاط مباراة في ظل أنهم أيضا فقدوا حظوظهم طبعا بعد خروجهم من كالسولي العهد يمتبقى لديهم الآن إلا الدوري وفيه فرصة أنهم ينفسوا للدوري في ذلك أتوقع أن الاتحاد أيضا رح يتمسك بحظوظه أكيد وراح يكون نتشارس الفريق الهلالي منصور الاتحاد الاتحاد ما بين مباراة بيروزي وبنديكور والمباريات المحلية اللي لعبها بين المبارتين فنيا قدم مستويات جدا كويسة طبعا غياب نور بكرة حتى لو لعب نور يعتبر في حالة طبية ما تسمح له أن يقدم كل عطاء أو ذروة العطاء الفني له لو لعب غياب نور أيضا يشكل مشكلة أكيد بتقول لي ليش يعني غاب المباراة في الأسيوية ما كان موجود وقدم الفريق أداه مميز لكن في المباريات اللي فيها ندية وحسم وضغط نفسي كبير نور يلعب دور غير الدور الفني الدور المعنوي وهذا اللي يخلي نور موجود مع اللاعبين في الرياض لما نقول الهلال غاب رادوي وما تأثر الاتحاد يغيب نور يتأثر لا ما حيتأثر لأنه مباراة الأخيرة النور ما كان موجود لكنه نفسيا لو كان موجود حياتي دفعة إضافية لكنه تأثير ما حيتأثر يعني لاحظ رادوي في الهلال هو تأثير فني أكثر من ما هو تأثير نفسي نور ما على الاتحاد تأثير نفسي وتأثير فني طيب من أحوج المباراة قدر؟ الهلال طبعا أحوج من الاتحاد؟ هيحسن بطولة تقريبا تقريبا وأكد على كلمات تقريبا هيحسن بطولة بندر تأكيد الأحوج للنباراة الفريقين بشكل عام كلهم في حاجة لباراة لكن الاتحاد في حاجة ماسة للنباراة لكي يعود للمنافسة الثلاث نقاط ستعطي الاتحاديين رغبة أكثر في العودة للمنافسة في ظل بقاء ست جولات وباستطاعة الاتحاد أنه يواصل والهلال ممكن أنه يتعثر في أحد هذه الست جولات فممكن نجد أن الاتحاد منافس أو أنهى الفارق النقاطي بينه وبين الهلال طيب